السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الضوء الأخضر من منبع التربية والأخلاق ومنبع الأم اللي هي مدرسة الحياة هذه القصة فيها واحد المشكل صاير مع الناس كلها اللي هو الطلاق الطلاق وحضانة الأم والفقر والصبر كل هذا مر على جميع الناس وخصوصا جميع العيالات اللي هم مطلقات غير كله وحده وكيفاش كتمشي والفقر مش يعيب والبغاء معروف والفساد معروف في أي دولة ما عندوش وطن لكن الفقر الفقر في أي وطن في أي بلد في أي منطقة من العالم موجود وما خرجوش الناس وقالوا بالله نحنا غدين كفروا أونا غنفسدوا بسبب الفقر لا الفقر كتحاربوا ونهار كتحاربوا وكتنتصر عليه كتولي تشتاقل هذوك الملدات ديال داك الفقر حد كتعرف أنه هو ورا نعمة نعمة كتعلمك بزاف للحويش وهو اللي خليك تنتصر وإنك اللي خليك تنجح ولي خليك تطلع وعلى الأسف أنه كينين بزاف ديال الناس ما كيشوفوش هذشي لكن الناس اللي انتصروا على الفقر وانتصروا بشكل مية في المية أنه ما بشوش لشي حاجة خيبة كتجيهم للدهن ديالهم والأفكار ديالهم والحلم ديالهم والتفكير ديالهم ملدت الفقر كي اللي مر من الفقر ماشي مية في المية يعني كان غادي في الواحد المستوى جيد ممتاز فجأة جاتوا واحد الوعكة ديال الحياة نزل لدك المستوى ديال الفقر القرسوا غدي يتحبا مخصويا ماشي يرجع وإنما خصويا ينتصر فوق ذاك الفقر مروا الناس بزاف ومروا يعني والدينا الناس جيران الحباب المعاريف أربما حتى احنا شخصيا مرينا من هاد الوعكات ومنين جينا نشوفه ما بغيناش نرجعوا من نفس المستوى اللي كنا فيه لا بغينا نتخطى وهذاك الفقر لأنه عندنا ابناء مني تكونوا الوليدات وكتكون لمرها تطلقات ما كتشوفش انها تخرجهم وتخدم بهم وتقولوا مجيوا ونتصروا جماعة على الفقر وخصنا ندخلوا الفلوس وخصنا نخدموه وتبدأ تشوف الأم المفاتين ديال البنت أو الملامح ديال البنت ربما ماشي جميلة وإنما خصها تزينها بالماكياج وخصها تزينها بالملابس وخصها تزينها بحركات تديرهم البنت وادشي كيمر وكان نشوفوه أنا عندي واحد واحد اللحظة اشتهى كنت واحد المرة مع الوليدات ديالي في البحر والله شاهد على ما أقول ودايما دايما دايما كتجيني البالي وهدي مدة طويلة الأم تتقول لبنتها جري المايو كان مايو دبيا سعادي كتقولها جري هي ولي سترينج وزيدي حدا السيد اللي هو جنسيته فرنسية وماركي ماشي قل من البنت اللي معاه في الجمال زيدي حدا والبنت تكون عنده شهر 14 سنة والله الذي لا إله إلا هو إلا البنت استحت وقلسات وقلت لها أش كتقولي لي دارت لي قالت لها أمها بالخوف لكن البنت كأن الجسد ديالها حكى معاها راكيين واحد الحوار بين الجسد وبين العقل ديالإنسان بعد المرة تتقول لك أنا قل سبحي اللي معرية أو لا أنا قل سبحي اللي حشمت من ناسي راكيين واحد الحوار إلا كتتحاوري مع هدك الحوار اللي كيجيك كتتجاوبي معاه غير باطنيا دهنيا كتتحاوري معاه راكي هدك هو الحياء هدك هو الحياء بلا ما كتعارفيه راها غيم الموس قلت لك السيدة منين دارت فيها البنت مبقاش داك الخوف وداك الخوشوع من الأم ودك الحركة اللي زادت لبنت مشات بها نحو داك الفرنسي مبقاش وما انتابهش لها ربما أرضت لبال السيد ما انتابهش لها ربما أنا بقيت كنشوف يلا بغيت نقول لها حشو مارا هذا لكنتو ما كتعارفوا التربية ديالنا احنا المغربة كنين بعد الأسر اللي جري أو كتبغيت تدفع ولادها وكيجي شي واحد ضغي فضولي بحالي ويقول لها اللح شو موعيب واذا تقدر تدور فيه تنو تضربك بالرملة تضربك في مقراش عندها تضربك بأي حاجة لكن أنا ماشي ما بغيتش نهضر مجرد ما بغيت الله أعلم شنو كان غاد يخرج من فمي حتى البنت جاتو ردت على أمها وقتليها لا وهنا را ماشي تنقولو حنا ربينا ولادنا ودرنا ربما هذيك البنت متشبعة من جيران تربية ديال جيران ربما شافت البنت الجارة ديال هوم ربت بنتها قتلا ما تديلي شهادي ولا حيدي ولا تغطي ولا رجار فلا نديز ولا عندك هبطي شوية الكسوار ضمى وجات للدين ديالها لأنه ميمكنش جيها هذي قاياك تربية را كتتخبا را مني كانوصي وولادنا كانقولو لهم عندك وحشومة وديرو لا تسرق لا تكدب لا تصدرب لا تدافع لحقك خوض حقك كن شجاع خلي عندك واحد شخصية هدر في الوقت المناسب حشمح نعينيك ما تهدر شاي ننسى هذك الحق علاش حيت كيني الناس كبار كين عمك كين خالك كلهم جيران كلهم يدرب ملحن وتعمي خالي ما تتحدوش وحد الحدود راهم شي كيدي راكي يحفظها ويقول لا ما تدير شما تفعل شما تصناع شما لا كي كتتخبا كنقولو حنا كتمشي وراء الودن نهار كي جي الوقت ديالها كتخرج من وراء الودن وكتدخل داخل هدا ربما اللي وقع مع هديك السيدة وبنتها واتصدمات المرأة وسكتات وكانت كتعود هد الجملة ديال سيري زيدي را ماشي انتقل من هديك اللي معاه جمالا زيدي والسيدة بينها بلدها ما وعيش ما قريش وحتى ولو قاعد تكون وعية وقرية ما غديش تديرها وإلى دارتها المهم ردت الفعل ديال البنت خلطت صندلة وبقت كتشوف فيها واحد ساعة هزت صندلة وضربتها على فخضها وقات لها بقى الممكتمة قاعد لبنتها تخرجوا للخارج وبنتها تمشوا كل هدف ديالها انها تصطاد تسيد وهي بقى صغيرة ويخرجها الليها تمشي للخارج اللي بغى يخرج للخارج اللي بغى يعطي الله شي حاجة را غير يصبر را كني الناس عطاهم الله على عشرين عام كاللي عطاهم الله على سبع سنين تيجي عمو خالو يقول الوليدين يحطيوه اللي يراندين تبناه راه القانون ديال البلاد لان فيها راندين يصوفيكم يقرأ يصوفيكم كاللي كيتزاد كاتقول لها أنا ما كان ولادش ختي ما كان ولادش عطاها ليا أنا ما كان ولادش نديها نتبناها كاتش مشي راه ما عندوش العمر الخارج ولا الظهر ولا رزق ولا غير هو كيوريوك شنو تشري شي حاجة اللي هي مثلا تمشي تغلافيا في شي بلاسة كيوريوك شير تشريها في بلاسة أخرى كيوريوك لما سفرتيش انتقال سفدارك تدير شي قناة من القنوات وكتسهل العالم بلا ما تتخسرتيش حاجة وإنما كتشوف كتمتعيني كتستفد كينين قنوات فعلا كينين قنوات كيفيدوا الناس وما كينين مطالعينش ماشي مشكيل كينين قنوات طالعين شوية بشوية كينين المحتوى كتعطيها أو قصة كتعودة كتطلع لك المشاهدة كين قصة ما كتعود لكش الناس كلها أضواق يكفي دك عشره يلا دخلو رمزينا را كيتصمتو كيستفدو على الأقل انت وصلتي قال سفدارك وصلتي دك عشره دك جوج دك ثلاثة دك تسعود ربما دك ألف اللي كتدير ولو دك مئون عشرين ألف أو مئتين ألف أو منيون اللي شافوا دك شي كامل ربما ماستفدوش منه ربما انت خرجت عليهم شي المهم انك انت دير واحد القناة تجتهد عليها والحلال را كي يمشي شوية 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 ما حرمو لكي نور دقة واحدة ونهار كي يتفق يتفهم مرة واحدة علش حنا ما نمشوش مع الحلال علش نشد أنا بنتي نطلق من الراجل ونشوف بنتي فيها واحد شوية ديال ضو ديال جمال أو ما فيها والو نقولي لا أجي انت ما عندكش الجمال أجيش تغلي من نراسك لتحت أجيش تغليبي وديري وير روتين علش حيت قالوا لي يا الأخرين نرمو حتى ما زوينش وما عجبناش ولكن ديري الروتين لانها ما قالوا لك ديري الروتين وما دخلوش ولا ربا ما دخلو هنتي عررت يا راسك حقرت يا راسك قلتين المغاربة حقروك ما حقرته ومحقرك تاشي وحد توحد ما كانوا يعرفك كانوا يعرفوك الناس شوية 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 ديري كيكا ديري بيض مسلوق ديري صانية قولي هاد صانية راني حكيتها وحطيتها خرجي لطبيعة خرجي تساري خرجي دوري وديري كاميرا ووري قولي هما البنيات عندي انا كنديرو هادا كنديرو هادا رغمشها الراجل عاودي قصك باش تستفد منها مرة اخرى باش من نهار الول كي يجي الراجل كتتاخدوه كتجوجو بيه كتقوله ماشي مشكل غادي يتوب علي الله فعلا اقيل لك يا ربك يتوب عليها عليها وعلى راجلها وانما ما كتفكرش بلادك الراجل خديتي انتي اصلا غير صالح وانتي كتشو فيه غير صالح وغدي تولدي معا الولاد غير صالحين او لا غدي تولدي الولاد صالحين لكن هو غدي يمشي واحد النار وغدي يخصك انتي ده بنت كتطالبي بالسلطات وبالمنابير الاعلامية وماش تحاسب الراجل الراجل لنا عطاك البنات وعطاك المسئولية ديالهم والحضانة ديالهم اشنو غتطلع انتي من هاد البنات مهرسة من ظهر كل بنت مهرسة من رجليها ماشي مبريغ اقتدل حال قاح هادي كل بنت تعجن تعجن وعلميها تعجن وعلميها ديرش لايب تصيروا تدقوا على فلايس الناس يخرجوا غير البرا ياخدوا غير خبز وطون تدقوا ودير حكيكات لما عندش مني نشري هادك مصدار قوليلي هاد شهر غادي نعطيك عشرين غادي نعطيك غير سطاش واربعالاف غا نعطيك غا ناخدها الله يسترعلك غا ناخدها ندير بها واحد شوية ديال مشروع وهاكين وهاكين وكين مشاليا وادك مشاليا انا غادي ندبر كيفش كاتعطي عشرين 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 وعش هاد الشهر هاد بديت هاد اللي وقفت انت وقفت يراثي بديتك الدخل للفقر القاصي يعني كنت تديري كيكا كان عندك باش ديري كيكا كنت تديري ببيضات عندك بشرب ببيضات هرا عادي ان هاد شكيد وزارة الناس اغنياء وكيجي واحد نهار ومتيفيهم ما يطيبوا وخدمات ديالهم خارجين ويعطيهم حقد العطلة ديالهم ويعطيهم حقد كيبقوا يضروف الدرغة بوحدهم حفيانين ما كيعرفوا ما يديرو كينود كيحل تلاجة كيهزطريف ديال الخبز كيطليلي هزبيدة ولا تليلي فرماج حتى عنده كل شيخ صغير يسخن كيمر بديك اللحظة ديال الجوع الله سبحانه و سعلا كيعطيها لي كتوقف كيحس بها انه لما عندوش اجتهاد انه يخرج ويجد كل شيء او لا يطيب او لا راه داق بحالو بحال ذاك ويجد كل شيء ويجد كل شيء يجد كل شيء ويجد كل شيء ويجد كل شيء ولكن لا لانه اعتمد على الناس هاكك انتي تعتمد على الناس وما تلقي باش تخرجي 20 الفريال ديال الكرة وما تلقي باش تخرجي بيضة وذيالك الكيكة وقلستي تكاسلتي وهانتي بديتي تدخلي اللور وهالناس يبدو ينتقدوك وهذك الناس اللي تعيطوك ويقولوك هالرقم اجي عندنا اجي ديري لنا اجي وانتي ما عجبكش الحال هذكرة الاقلية اللي انتي اعطتيهم فرصة اما الناس اللي تي سبوكو وتيعيروك مع العلم انه مخصومش يسبوكو لكن ما سبوكي الا ضريتهم في الخاطر ديالهم وكل واحد مسؤول على ولاده ومسؤول على داره كل واحد كي يسد عليه بابه كي يخدم على وليداته مسؤول على رسولته وحد ما كي ينعتبيه وانما الى عيرك هو هو حسك انك جزء من العائلة دياله انك مغربية ما تبقيش تبري وتخرجي بنتك وتقولي راه الفقر دار لي اياك الفقر لا لا الفقر قاع الناس مرات بيه طلق قاع الناس مرات بيه الناس انتي عندك غير جوجبنيات الناس طلقت بربعة وستة وابعشرات يا الدراري راه المرأة اللي قلسة في العربية وستنجدت بقانوات ومشاوا عندها ودوا لها شوية ديال الخير وجاتهم قداش ودعمها وطلعت القناة ديالهم غير شي شوية وحمد الله وشكروه وبدك يخرج لهم داك شوية ديال المصروف وما سكنينش في المدينة سكنين في البادية مع العلم انك انتي قلتي جاتك واحد استدعاء من دارك الملكي انك انتي خرجة من مدينة سكنة ولكن عادي الى دارك دارك شوفي رادة بالوقت اللي بقولك قطعيها وبيعها وكولي منها مرأة مولا الربيع دا يردار مولا نعنع دا يردار ماشي عايب هاد الناس هادو اللي عندهم هاد الخدمة هاد السيطارة موم مكملين بها الناس خرين الحياة ديالهم انا اللي تنتكلم معك ماشي لباس عليها ولا ما مريتش من هادو الظروف مريت من هادو الظروف وهادو الظروف اللي مريت بها انا انتصرت عليها وتنقلت انا وليداتي وتنحكيه الوضع اللي كنا فيه واللي تحولنا منه الواحد درجة يعني نازلة كنت شهاو غير قلسة من دوك القلسات دوك اللمه ربما دخلت لكم في الحياة ديالي الى بغيتو نعودها لكم خاصكم تقولوا لي في الكومنتار عودي ليا انا كنت كلم من درجة نقول لهم هادي غيس حابوديزة لكن اجتهد واشتغلت و وجق دامي ربما انا كنت كنقول ان الله سبحانه وتعالى ما بغاش يضيعني فولي داتي مرت علي واحد الظروف واجتهد باش نتغلب على ديك الظروف ربما كان الرافيق في الحياة ديالي داك الوقت لو بقى معايا ما كناش غا نتغلب عليا لانه من الناس اللي ما تعطيش واحد الحماسه ما كيغامرش يدير واحد المبادرة باش تغلب عليش يحويش لكن انا جاوني امراض خطيرة وتعديتها الحمد الله ما غاديش ندخل في تفاصيل كلها وانما تخطيت المصاعب كان واد حامل وما بغاش يهدا وعبرته بطريقتي عبرته لا فيها الحرام ولا فيها النصب ولا فيها الاحتيال فيها غير كلمة الحمد لله كنت الحمد لله ما كان عارفاش كيفاش كتطلع لي كلينا وشربنا وفي ذيك اللحظة طلعوا مني بزيف ديال طبخات اللي انا في بعض الخضار اللي انا ما كنش كانت خيلا اني انا غنختارع منها بعض الاكلات كينولادي ما كيكلوش بعض الخضار كلوهم في ذيك اللحظة اللي انا صافي لا بديد كيعلم الفقر كيعلم الفقر شي حاجزوينة غير هو ما خصكش بقى قلس كتلدد فيه وكتستمتع فيه خصك تحاربو طلع طلع باش تقاوم باش تنجح باش تشوف انك انت راه في الدنيا راه هدي الحياة انك انت جاوك امتيحان وانتصرتي فيه ولا الحين الانسان ما كيعرفش الوقت شنو غادي تجيب ليه وانما مني كتجيك شي فرصة وكطيحك كتعاو تنوض مني كتنوض يخصت يكونوا معاك الناس اللي يقوموك ويشدوك في الكتاف ديالك اللي هما الاهل ديالك اللي هما في هديك الوقت خصك تحافظ عليهم وخصك تضم اليوم وخصك انت تعرف كيفاش تصرف معهم باش يكونوا في جنبك باش يكاليوك من ظهر ومن اليمين ومن الشمال تخصت كل مبادرة منك انتا ما خصش انتا تتسنى الناس يتعطفوا عليك وتبدا تبكي وتقول انا محقور وانا هادا واشنو ما داروش ليه ما خصك تشلتافت العائلة ديالك لانا العائلة كلها لبس عليها ولكن الى جيتنا انا الحاسب ومعلاش انتو ما لبس عليكم وانا ما عنديش وانا في هالظروف نهار غا يعطك الله ما غا ديش يحملك ويقدروا يقولوا لك احنا كان مصدعنا فراسنا او مصدعنا فراسنا بغيت 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 الحمدلله كاتهرز دراسك وكاتهزو بالكرامة ديالك حتى منك تمشي عنده ومونتا ما عندكش كيدروا لك المكانة وتيحترموك وتيقدرك لانك انت حتامتي الوقت اللي نفسك الوقت اللي انت كنت ضايع فيه ما قلت لتا واحدة رايديك نشد فيك لا شديتي فيه ديك وكان كان حيي الاطفال ديالي اللي كانوا اطفال وصبروا واستمتعوا في هذيك اللحظة وصاروا شباب وكبروا الحمدلله وانتصروا على كل شي الحاجة الوحيدة اللي انا اللي استفدت منها في هذ في هذ الفقر هو ان اولادي كبروا احنان ومتربين ومتخلقين وناس طبيعيين وكيحسوا بالفقير كيحسوا بالفقير انهم تيصدقوا تيتعاطفوا كي بكي وفي اللحظة ديال البكاء مع الناس كي تصنتوا كيصغاوا للناس هذا هو اللي غادي تستفديه حتى انتي لانك انتي ماشي بوحدك انتي بوحدك حيث انتي بغيت تمشي لهذه الطريق انتي بوحدك حيث انتي بغيت تقولي ضهري ضرني شكونا دالي ماشي ضهروا ضرروا الناس عيات الناس اهي ساعدين قد اتثثون قد يوفي عرضو انتي بغيتدعم توقفهم يقولك هادي ساعدين قد يحتاجون اعطيون القوة لهم ساختغطيوا المصاعب لان هذا الشي اللي عندك انت دابا انت دابا بغيت تديري الروتين اليومي مع البنيات ديالك تعال انت كتخرجي واحدة واحدة ولكن راما شي غدي تولي لباس عليك بين عشيات وضحها او لا اليوتيوب ولا ديروا في حساب ان اليوتيوب حالنار غديوقف ديروا في اليوتيوب حالنار تصبحوا تلقوا كل شي طافي إلا كتدقرو حالنار را كل شي العالم كامل مبقاش عندك كيفاش يتكونكطة عادي اليوتيوب كل الواتساب كل وقف ومنين وقف الناس مرضات مرضات الناس ومع العلم اني مني كي كل المصحاف قدامك وعمر بالغبرة مكت قريتيش مكتدركش فراسك علش حيت ممول فينش حيت ممول فينش نزو واحد الجزء من المصحاف الكريم ونحلوه ونقرأه ولو غنحلوه ونصده ولو غنديرو داك حل اللي حلتي اقرأه لما تتبع من الول تالخل اللي حلتي اقرأه وصده تكون فيك عادة هنخصك تدير هذيك الحاجة دا بلحنا عادة انه نحن نقلدو الناس ونقلوه ونقلوه نادحسي ونقلوه ربما نادحسي على والاخرى هذي شهيرة الروتين انا ما كنحفظوه مش بزابل انا ما كنتفرش فيهم بزابل ربما القضاء غادي يخد مجره معاهم وانما علما سمعت انه كنت تجمع واحد العدادة ديال الشيكايات علش انت يا تجي تبداي اول ما بديت انت جاتك استدعى ما بغيتيهاش ما عرفتش علش لان انت فيدك بنت قاصر وانك انت ام راشدة وكتتكلمي بواحد الفصاحة وكتتهمي الناس والمغاربة وكتنضفي التهمة ديالك بالله الوطن الملك انت كنت تعرفي باسم الله الوطن الملك لانك كتدري كتنتقي بواحد ثلاثة ديال الكلمات اللي هما احنا عايشين على قبلهم كنحتار مهم وتنقدسهم وكتكري بزاف الملك يعني ما عرفتش الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي خسكت تقولي ان الله سبحانه وتعالى غادي حاسبك وتقولي الوطن الوطن انو الناس ديال الوطن ديالك الشعب المغربي انو غادي حاسبك وما راضيش عليك وما غاديش يعاونك ومشي من حقك انك انت تعطي المصائب ديالك انو ما يعاونوك وحتى ولا باللايك لانك ما دخلتش عندهم بوحد طريقة باش يعاونوك واحد كي يجي الملك مشي لان احنا متنبغيوش الملك لا شوفي الله الوطن الملك الملك لانا الملك خسك تحتار ميه لانه هو اللي على رأس الشعب تحتار ميه نفسك مغربية لانه هو حامل بلاد حامل بلاد وانتي يخرجي ليه من الجنب كيفاش تتعيط عليها ش غادي يقولك وهد العيالات اللي قرروا ولادهم واللي ضحاو عليهم ما كي عيطوش اللي الملك ما عمرنش تشي وحده خرجت ولدها ولا شي حاجة كبيرة وعيطت الملك علاش؟ حيتعارفها بينها وبين نفسها ما غايد اللي اولو وهي محتار ماه لانه ومقدسها راسها ومقدسها الملك ديالها في نفسها انها هي ما عندلش غادي تعيط الواحد الاسم ما غاديش تباني غينتي بالنس كاملين مدرتي اتشي حاجة مع العلم انها ممكن واحد الام ولدات عاليم ولدات قاضي ولدات طبيب ولدات انفع البلاد انك اتعيطش انتي اللي كتعيطي بالفساد في نواد الوجه ديالك اللي كتعيطي الملك بالفساد علاش؟ مخفتيش من الله مخفتيش من الشعب علا المالك رامسالي كيتسنك غير تعيطي ليه باش يقول لهم عيطوا لي يجي بازع ما ترتدي كشوها باش تباني وعيطوا لشوف تيفي مخفتيم الله مخفتيش حاجة عيطيت شوف تاذي ارجع الله واتقى الله في ذوك الوليدات واحتار ما ينفسك وبزاف ما يتقالوا اسكات حسن ورجعي تصنطي للناس اللي عندهم مشاكيل دخلي اليوتيوب ماشي ما تدخليش ليه دخلي وسمعي مشاكل ديال الناس وشوفي الطريقة اللي كيخدموا بهالناس ماشي مش شوها ده بتالب انت عندك متشبعة وما تتحتار مش ما تتحتار مش تنفسها في الكلام ما معرفتش ربي بنياتك الخير باش ينفعوك ربيهم القناعة باش ينفعوك والله غد يعطيك مغايحي لك شي واحد ماشي اليوتيوب اللي غد يعطيك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى